هلاو شلونكم صبحكم الله بالخير يفتح علينا وعليكم أبواب الرزق والصحة وراحت البال قولوا آمين وصفتنا لليوم وصفة كلش طيبة وأنصحكم بيها وهي الشمبورك على طريقتي بدون لحوم بالبتاتا قبل ما أبدي بالفيديو أتمنى أن تشاركون الفيديو مع الأهل والأصدقاء وعلى الصفحات الاجتماعية واللي ما مشترك بالقناة أتمنى أن يشترك بفعل الجرس ولا تنسوني باللايك مثل ما شفتوا بالفيديو أول شي سلقت البطاطا أو البتاتا وخليتها تبرد بعدها عندي هنا هذا كوبين من الطحين أو الدقيق ضفت لها ملعقة كوب واحدة من السكر وأضيف لها ملعقة كوب واحدة من الملح وملعقة كوب واحدة مملوئة من الخميرة وأخلطهم وأضيف ملعقة طعام واحدة من زيت الطبخ وعندي هنا كوب واحد مي دافي رح أستخدم من عنده اللي أحتاجه للعجينة خليت مبدئيا نصف كوب من هذا المي ورح أبدي أعجن العجينة أضيف ربع كوب ثاني من المي وأستمر بالعجن كمية المي اللي استخدمتها هي 3-4 كوب المي ورح أستمر أعجن هذه العجينة إلى أن ما تصير عجينة ملسة ومتل تصق باليد وأغطي العجينة وأتركها مكان دافي إلى أن ما أحضر الحشوة أحتاج بصلة واحدة أخطعها جوانح عندي هنا البتيثة بعد ما سلقتها أقشرها وأخطعها مكعبات صغيرة وأجهزها بعد ما سخنت البصل بالمقلات رح أقلي هذا البصل وأضيف له القليل من الملح وأستمر بتقليبة إلى أن ما يذل هذا البصل بعدها أضيف له نصف ملعقة كوب من الكمون ملعقة كوب وحدة مملوئة من الكاري نصف ملعقة كوب من الكركم ملعقة كوب وحدة من حبة البركة أو حبة السودة وأطفي النار وأقلبهم وأرفع المقلات من النار وأضيف هذه البتيثة اللي سلقتها وقشرتها مسبقا ورح أهرس هذه البتيثة وياها بعد ما انتهت من هرس البتيثة كلها وخلطتها وياه تدبيلات البهارات والبصل تقدرون تضبقوها وتشوفون تتأكدون إذا تحتاج ملح وضيفو لها المزيد من الملح رح أتركها إلى أن ما تبرد وارجع لكم وبعد ما اختمرت العجينة أخلي القليل من الطحين على البورد وأقلب هذه العجينة وأقطعها إلى أجزاء صغيرة وأجهزها بعد ما قطعتها أتركها أغطيها وأتركها ترتاح شي عشر دقائق حتى يسهل فتحها أخلي القليل من الطحين على البورد وأفتح هذه العجينة على شكل قرص وحشيها من هذه الحشوة حشوة البتاتا والبصل بعد ما بردت وأقلب العجينة إذا تريدون تلصقوها تخلون قليل من المي بالأطراف وتلصقوها أو تجيبون أي قاطعة عاعدكم بالبيت تقطعوها أو تبرموها مثل الكليجة يعني هذا الشي يرجع لكم يعني يكفي فقط بهذه القاطعة وهي تلتصق ما يحتاج وأستمر أفتح العجين كلها وأخليها بالصينية وأغطيها إلى أن ما أنتهي منهم كلهم بعد ما انتهيت منها مثل ما داشوفون خليت بالصينية قطعة قماش نظيفة وصفيت هذه الشمبورة بالصينية فوق القماش وغطيتها بقطعة قماش ثانية ورح أبدي أشويها أو إذا ما عدتكم من هذه الشوايا تقدرون أن يعني تخلون مقلات على الطباخ وتشووها نفس الشي أدهن هذه الشوايا بقليل من الزيت بهذا الشكل أو تدهنون ظهر الشمبورة بقليل من الزيت قبل ما تخلوها على الشوايا شوفوها شون بدت تنتفخ وتظهر فقاعات بيها وأدهن وجل الشمبورة بالزيت أيضا قبل ما أقلبها ومثل ما قلت لكم إذا ما عدتكم شوايا تقدرون تجهزوها أو تشووها بالمقلات على الطباخ من تشووها بالمقلات على الطباخ لازم تكون الحرارة واطية يعني متوسطة أفضل حتى تستوي زين وما تحترق أدكم بعد ما استوى من الجهة اللي كانت على الشوايا أقلبها كلها شوفوها شون ما شاء الله يعني بالشوايا أفضل أن أشوي للشمبورة لأنه يطلع أفضل من المقلات شي يعني ممتاز رهيب أقلبها كلها وإلى أن ما تستوي وأرفعها بعد ما استوى الشمبورة من الجهتين أرفعها وأخلي وجبة ثانية أمسح الشوايا مرة ثانية بقليل من الزيت فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وألف عافية مقدمان وأترككم بأمان الله إلى أن ما نلتقي في فيديو آخر شكرا جزيلا للمشاهدة